في حكاية تانية عايز اتكلم فيها النهضة البركان والتحالي العاصمة الجزائري كان عندهم مباراة الزهاب في نصف نهاية الكونفيدرال الافريقية مباراة النهاردة قلغيت نهضة البركان ما راحش المباراة التحالي العاصمة نزل الملعب المباراة كانت في الجزائر ما لقاش فريق نهضة البركان فالمباراة تم إلغاءها الحكاية ببساطة شديدة انه كان نهضة البركان جاي بتشيرتات معينة تم حجزها ما معرفش يخش بيها فالكاف انبارح قال لا لازم يتم الإفراج عن التشيرتات ديت فما تمش الإفراج عن التشيرتات ديت فراح الفريق ما خدش التشيرتات بتاعته فما رضيش يلعب المباراة تفاصيل لا أبعاد أخرى غير الرياضة وكرة القدم بس في كل الأحوال المباراة تم إلغاءها طيب بحسب مصادرنا في الكاف فإن المباراة سيتم احتسابها لصالح نقض بركان فإذا بسلسية نظيفة لعدم لعدم امتسال التحاد العاصمة لقرار الكاف بالإفراج عن تشيرتات وقمستان فريق نهضة بركان وبالتالي ما لعبش المباراة وبالتالي وارد جدا نهضة بركان هو اللي يكون في نهاية نهضة بركان بالتالي هيكون غالبا هو في نهاية البطولة بطولة الكونفدرالية الأفريقية وارد جدا نشوف ده سواء الزمالك أو لفريق إن شاء الله يعني يبقى الزمالك مش دريمز الغني